موسيقى السلام عليكم معكم الانز في الفيديو ده ان شاء الله هناخد سكرة عامة عن البطاريات اللي بنستخدمها في الفيبينج البطاريات العادية والفي في والفي دابليو والميكانيكا لو في تعبير او مصطلح انت مش فهمه في الشوية اللي انا قلتهم اللي فات ودول ممكن ترجع للفيديو اللي فات اللي قبل ده عطول في الشانل قبله عطول شوفوا الاول اللي هيفرق معك انواع البطاريات في حاجة عايز اتكلم معاك فيها الاول كده انت كان عندك مشكلة اللي هي السجاير وعندك حب المعرفة اللي وصلك انك تعرف ان في فيبينج اصلا طب انا عايز اقول لك على حاجة الاختراع ده كل ما هتعرف عنه اكتر كل ما هتتبسط منه اكتر الموضوع مزاج كلنا متفقين على كده ما تبخلش عليه بانك تقرله كلمتين او تعرف له معلومتين هيفرق معك جدا كل واحد بعد فترة في فيبينج بيبقى منطقة كده بيحب يشرب عليها منطقة يعني ايه يعني سيتب معين مخاومة على باور ممكن تبقى منطقة معينة في المطلق تحب تشرب عليها اي ليكود في ناس تاني واناك لا الليكود ده بيبقى حلو اوي هنا والليكود ده بيبقى احلى في الاتومايزر ده لكن ده بيبقى احلى في مع الكويل المخاومته وكذا ده اللي مزاج عشان نصبط بقى الحتة دي نركز بقى في اللي جاي انواع البطاريات اللي بتستخدم في فيبينج حتى هزي اللحظة هم اربع فروع رئيسية طيب مبدئين همه مش بطاريات ليه؟ هو ديفايس جواه بطارية او جهاز جزء من تكوينه البطارية لكن هو مش كله بطارية بس همشيها بطارية عشان كده تمام؟ البطارية ثابتة الفولت اللي هي البطارية العادية البطارية العادية اللي بنشوفها زي الايجو ستايل او زي ستورتر كيتس اللي بنشوفها او كل ما هو نفس الفكرة البطارية دي بتطلع قيمة سادة من الطاقة ما تقدرش تحكم فيها ما تقدرش تزودها او تنقصها تبقى عند قيمة معينة وهي مشهونة فول وتبتدي تنزل لغاية لما البطارية تفضل في جواه الديفايس مع البطارية دي تشيب او بورد تعمل كم حاجة كده مهمة زي ايه؟ اول حاجة بتقولك هي مشهونة امتى وفضية امتى طب ليه؟ لان فيه خطورة على البطارية وعليك كمستخدم للبطارية دي ان هي تتشحن اكتر من الليمت اللي المفروض توصله او ان هي تفضى عن الليمت اللي المفروض تقولك ان هي فاضي عنها ده غير ان فيه خطورة اصلا تحطها على الشحن وياه في الحالة دي ايه بروتكشن تاني؟ لو فيه مشكلة في الاتوميزر او شورت هي هتحسب ده وتديك اشارة تقدر تعمل لها لوق وانلوق تقفل لتحط الديفايس او البطارية في وضع مقفول بحيث لما يدسها على الزهار ما تشتغلش احنا قولنا قبل كده ده ده بشكل عام اول نوع من البطاريات فيه بيبقى ناقص ميزة من دول او زايد ميزة من دول مهمة في الاخر كلها بنفس الفكرة النوع الثاني VV او Variable Voltage هو نفس الكلام اللي فات مع اضافة صغيرة بس مهمة انك تقدر تتحكم في كمية الطاقة اللي خارجها من البطارية دي من غير ما ترتبط بحالة الشحن اللي عليها البطارية مثل المروحة او الدنيا حر وانتقاد جنب مروحة وشغلتها على واحد لو حس ان كده تمام يبقى تمام لو مش حس ان كده تمام خليها على اثنين تمام لأ يبقى اربعة اوبا اربعة كتير قوي نرجع على ثلاثة هي دي الفكرة انك تختار كمية الباور اللي خارجها من الديفايس اللي انت عايزها ولقي نفسك فيها تمام لا بيحصل في كل الديفايس بناء على فكرته او ديزاينه في منها بيبقى بسبن او بيضايل من تحت كده بتلفه لغاية لما تحط المؤشر على الباور او الفولت اللي انت تختاره وفي اللي بتعمله ادجستنج للفولت بزلاير وفيه بسنسور وفيه بالبلوتوث دي الطريقة اللي انت بتنقل بيها انت عايز فولت قدي ايه لكن في الاخر هو بيغير الفولت طيب هل كل البطاريات او المدات الفي في زي بعض لا ليه لان فيه فرق في قدرة كل الجهاز زي ما فيه مروحة اخرها تلاتة فيه مروحة اخرها خمسة طب انا هتفرق معي في ايه او هستفيد بايه او ادفع فلوس اكتر ليه في جهاز في في شوف انت لو من الناس اللي بتحس ان فيه فرق لما تاخد البطارية وهي فرش مع الشاحن وفي نص وقتها وقبل ما تخلص حس ان فيه فرق قدرة او عندك كذا اتوميزر وفرق مقاومات وحس ان مش كلهم بيدوا نفس الاداء على نفس البطارية او ان انت عندك اتوميزر واحد بس حس ان الباور بتاخد مجودك زيادة عن اللي انت محتاج يبقى انت من الناس اللي هتستفيد من الفي في والفي في هينفحها لو اللي فاده كله مش فرق معك يبقى خليك في العدية وزير فل النوع الثالث الفي دابليو او الفاريابل واتج بترجمة حرفية متغيرة الوقت بتعمل ايه الفاريابل واتج دي اده الفاريابل واتج ببساطة هي هي نفس الفاريابل فولتج بس اسكى شوية طب اسكى ليه لان هي بتثبط لك الفولت اللي انت عايزه حسب مقاومة الاتوميزر اللي انت حطه يعني ايه يعني ايه دا ببساطة فكرة الثالث انواع اللي فاتوا من غير ايه تفاصيل لكن لو عايز تخش جوه كواريس الموضوع وتفهم اكتر عن اللي بيحصل جوه البطارية وهي بتحسب الحزبة دي ازاي او بتفكر تستخدم النوع الرابع اللي هو الميكانيكل يبقى محتاجين نفهم شوية كهرباء الاول شوية صغرين يعني مش كتير حس ان كفاء عليك كده ومش هستعرف اكتر زي الفول اي اختيار من الثلاثة اللي فاتوا دول انت حس ان هو مناسب ليك اكتر مع اتوميزر بيتغير له كويلز او ب ميت كويلز جهزة بتشتريها وزي الفول كده يبقى الفيديو كده بالنسبة لك خلص وتقدر تقفلو دلوقتي لو شايف انك عايز تكمل هات وراء وقلم عشان الكلمتين دول جايين في الامتحان البطاريات في الدنيا نوعين نوع بيخلص ويتريمي ونوع بيتشاحن مناش دعو باللي بتريمي خلينا في اللي بيتشاحن اكتر واشهر سؤال بيتسائل في البطاريات هي البطارية دي كان ميلي امبير ميلي امبير اللي ما يعرفش هو وحدة قياس ساعة البطارية يعني خاص بالمنطقة بتاع البطارية دي بتقعد ولا بتخلص بسرعة في بطاريات ستمية خمسين ميلي امبير في بطاريات تسعمائة ميلي امبير في بطاريات الف الفين ومية الفين وربعمية تلات تلاف وربعمية في 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 كثير قوي طب هل دايما ان البطارية اللي ساعتها اكبر هي الاحسن لأ مش دايما لان في عوامل تانية اهم بنسمع كتير كلمة في الفيبينج انت بتشعب على كام فولت هي مضبوطة على كام فولت ايه هو الفولت الفولت هو قيمة الشحن بين النقطتين اوبا ته كلام كبير قوي موضوع بل من كد علي نأخد مثالي قرب لنا الموضوع قبلي نتخيل ان البطارية هي إزازة الماء ع ef بس نطановي نتخيلها نحن نتخيل ان الحنة هي الماء الاه وها مليانة او مشحونة هنا هو فاضية هنا وها ليس هنا غلا będzie هنا وهنا إعادة البطارية في البيبينج في غير قمية شحن يقصد 4 و 2 من 10 فولت يكون حتى الأدنى 3 و 4 فولت في المنطقة في آخر البطارية هي عند المنطقة تباكبية انتفقنا؟ لأن البطاريات الليثيوم اللي هي بنستخدامها او اللي داخل في تكوينها ليثيوم كيمويات اخرى استغفالها العظيم مش نتكلم بت حتة اللي فيها كيميا خلص في الفيديو ده هو ده تكنيك الشحن بتاعها ان هي ما تفضلش لغاية الاخر توصل لغاية مرحلة معانا وترجع تاني تكمل شحن وهكذا لو نزلت عن الحد الادنى للشحن اللي ممكن يحصل ده ربنا اصطر بقى عليك لان انت هتعايز تخش انعاش وتخش على شحن تاني اقل قدرة منها ملاكب عليها من خلال اي ديفايس الاطومايزر الكويل الليupil هو المقاومة وهنا دخل عندنا عنصر جديد يلي هو المقاومة وهنا نرموز لها بالرمز اار ووحدة اياس المقاومة هي الاوم ايه المقاومة في المثال بتاعنا؟ المقاومة هي غطى الازازة بس هي لها مؤاخزة خرم المقاومة بساطة هي العامل اللي بيحجم ويتحكم في نزول المياه من الازازة او الضيار من البطارية وفي نفس الوقت هو اللي بيوقف لإندفاع الطبيعي اللي كان هيحصل من الإزازة لو ما كانش فيه غطر طيب معنى ذلك ان كلما المقاومة دي زادت يعني الخرم كان أصغر كلما انت بتطلب من البطارية طاقة أقل أو بتطلب من الإزازة مية أقل كلما المقاومة قلت بمعنى ان الخرم كان أكبر كلما اندفاع المية زادت أي ان الطاقة اللي خارجها من البطارية هتبقى أكتر نستنتج من دحكتين أول حاجة ان هي علاقة عكسية كلما المقاومة بتزيد كلما اندفاع المية قل كلما المقاومة قلت كلما اندفاع المية زادت وهنا استنتج برضو ان كلما المقاومة قلت كلما البطارية خلصت أسرع وكلما المقاومة زادت كلما البطارية خلصت أبطأ مثال عام لو احنا هنثبت الفولت على 4 وحطين مقاومة 2 أوم البطارية هتوقع ضيع في اللي هتوقعوده لو احنا حطين مقاومة 1 أوم على نفس الفولت تعالوا افترض ان احنا طلبنا من البطارية اللي هي الإزازة نقطة في الثانية هاتي دينا طب لو طلبنا خمس نقطة في الثانية هاتي دينا طب لو طلبنا خمسة ملي في الثانية تمام طب لو طلبنا خمسمائة ملي في الثانية هو ده اللي هيحصل لو طلبنا من البطارية أكتر من الحد الأقصى اللي هي تقدر توصله بانتظام لحد ما تخلص في المثال بتاعنا فتحة الإزازة هي الحد الأقصى اللي تقدر تاخد منه طاقة أو تقدر توصلك منه مية بانتظام لحد ما تخلص يبقى قدرة البطارية على ان هي تصدر طيار مستمر حتى نهاية الشحن هو ده الكارنت او الام بليمت ده من وجهة نظري اهم عامل لازم اخده في اعتباري وانا بفكر اجيب اي بطارية لأي ديفايس عندي سواء كان ميكانيكل او ريجوليتد وخصوصا لو انا بستخدم RDA او RDA اتوميزر طب ليه اهم عامل لان الخطورة كلها هنا لو انت مش عارف الام بليمت بتاع بطاريتك ايه واستخدمته مقاومة اقل من اللي تسمح بيه البطارية انت كده بتلبس نفسك في الحيطة بشكل مباشر ودي نقطة كلاب قلدو عامل عرض ايه اللي قالش ده ماشي ودي نقطة ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها ليه لان انت بتضغط على البطارية اكتر من الليمت اللي هي مسموع بيه ان هي تدقو لك او بتطلب منها ان هي تديك اكتر من قدرتها على العطاء باستمرار لحد ما تفضل بطارية بتستحمل ان هي تاخد ضغطة او ضغطتين في حاجة اسمها pulse mode وده المدة ثانية او اتنين مش اكتر اكتر من ثانيتين هيبقى فيه damage ومش هتستحمل طب نعرف احنا في الامان ولا بنلوش منين قصة دي لها حزب عملها لنا ربنا يبرك له عم جورج اوم وليها قانون باسمه اسمه اوم لو او قانون اوم القانون ليه كزا صيغة لكن ابسطهم ان الفولت بيساوي المقاومة في التيار يعني V بتساوي R ف I ومعنى ذلك ان التيار بيساوي الفولت على المقاومة على سبيل المثال لو احنا هنثبت الفولت وهنغير كزا مقاومة في الاتومايزر لو شربت على واحد اوم بنفس الاربعة فولت يبقى انت عايز من البطارية اربعة ام بليمت لو انت شربت على نص اوم بالاربعة فولت يبقى انت عايز تمانية ام بليمت لو انت شربت على يبقى انت عايز عشرين ام بليمت لو البطاريتك الكارنت بتاعها او اقل من المقاومة اللي انت حضيتها دي فاكتور او عامل تاني مهما جدا بنعرف منه بتاع البطارية اللي هو هو تصنيف بتتصنف بالبطارية عشان نعرف بتاعها كامل تعال ناخد مثال لو البطارية بتاعتها الفين ميلي امبير وال بنقسمهم عالى الف بيطلع تلاتين تلاتين like بتاع البطارية الان بليمت طيب البطارية مش مكتوب عليها او مش معروف بتاعها كامل بنستخدم جوجل عشان يسأل على الموديل ونعرف بتاعه كامل. احنا قلنا ان بتثبط لك الفولت الوحده بناء على المقاومة المحضوطة. بس ما قلناش ازاي. هي عشان تعمل كده بتعمل حزبتين ولا بعد. بتطلع على الكلمة الاول اللي هو بيساوي في على الر. التيار اللي هي بيساوي على المقاومة. بعد كده بتطلع على اللي هو بيساوي او بيساوي المقاومة في التيار تربيع. ما علينا. مش دي الحدود. في كزا ويب سايت بيعملوا الحزبة دي ومش محتاجين يمسك كورة وقلم عشان نحسابهم اصلا. لو دخلت على جوجل وقلت له هتلاقي في كزا ويب سايت بيقدم السيربس دي فور فري. بتاعوا بناخد مثال على واحد فيه. احنا كده على ستيم انجين السايت من بنحسب الحزبة بتاعتنا. يعني بمعنى ان احنا لو بنشرب على واحد ونص اوم. على اربعة فولت. يبقى احنا عايزين اتنين فسطة سبعة وستين والباور اللي الناتج من العملية دي هو عشرة سبعة وستين واط. لو بنشرب على اتنين اوم بالاربعة فولت برضو يبقى احنا عايزين اتنين ويبقى احنا بنشرب على تمانية واط. طيب لو بنشرب على نص اوم بنفس الاربعة فولت يبقى احنا عايزين تمانية ام وبنشرب على اتنين وتلاتين واط. طيب لو بنشرب على زيرو بوينت تو اوم بالاربعة فولت يبقى احنا عايزين عايزين وكده احنا بنشرب على تمانين واط. بيتغير حاجتين من الـ values دي وهو automatic بيديك نسيجة الـ B قادي الحزبة بمنتهى البساطة بس كده الحزبة دي بتمقى مهمة جدا للناس اللي بتستخدم mechanical عشان يعرف الـ build اللي هو عامله بالـ power اللي خارج من البطارية هيعمله cam watt في الـ regulated device هو اللي بيحسبها لك في الـ mechanical انت محتاج تعمل الحزبة دي لك عشان تعرف انت بتشرب على cam watt يعني ليه زي انت بقى عارف انت مقاومتك cam ohm عشان تعرف تصبط الفولت المناسب واللي هتلبس cam dry head لغاية لما تستوعب ده في الـ VW انت بتحدد sweet spot بتاعتك او المنطقة اللي انت بتحب تشرب عليها في مقاومة من المقاومات ولما تغير المقاومات دي بعد كده هي automatic بتصبط لك sweet spot او بتقرب لك منها جدا بيبقى فرق حاجة بسيطة جدا مسألة مزاج شخصية عن من مقاومة للتانية فيها عامل تانية بتتحكم في موضوع sweet spot خاصة بالـ atomizer بالزيت بس احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي النوع الرابع اللي احنا متكلمناش فيه الغد دلوقتي وقجلناه اللي هو الـ mechanical انا متكلمتش عن ال mechanical في الاول لسبب لان انت لو مش فاهم فكرة البطارية وحزبة الاملو كان هيبقى الكلام في ال mechanical لتضيعي وقت لاني انا مكودش هادر اوصل لك حاجة مفيدة وانت مش فاهم الجزء اللي فاتت تعريف ال mechanical قطعة معدنية جوها بطارية بس كده ما بيفكرش ما بيحسبش مالوش protection ما بيعملش اي حاجة هو بيشتغل بس ال control في ال mechanical مش من ال mechanical نفسه ال control في ال mechanical مبني على المقاومة اللي في ال atomizer اللي راكب على ال mechanical عشان تستخدم mechanical لازم تبقى عامل حزبتك وعارف مقاومتك كام والأم بليمت اللي انت تطلبه من البطارية اللي انت مركبها كام انت عارف ان البطارية اللي في ال mechanical وهي مشحونة بتبقى عامل 4 و 2 من 10 فولت وبتخلص شحنة عندي 3 و 4 من 10 فولت في ناس ما بتستناش غير المنطقة دي عشان تغير البطارية لاني بالنسبالهم ده بيبقى power قليل جدا عن اللي هو محتاجه فانت بتشوف نفسك ال sweet spot بتاعتك بتبقى على مقاومة كام هنا على الفولت ده اللي خارج من البطارية حتة اللي بتلاقيها مناسبة نيك هي اللي بتشرب عليها وبتكمل بيها دي فكرة mechanical بمنتهى البساطة طب في الميكانيكا اللي بعرف ازاي ان البطارية في الديط انت السنسور انت اللي هتحس ان فيه drop حصل في production وفي throat hit اللي انت بتاخدها من الميكانيكا الاول ما يحصل الدروب ده هتحس ان انت مش هي دي الخبطة اللي انت عرفها او متعود عليها او مش هو ده كمية production اللي بيطلع من setup اللي انا عامله ده واقف فورا البطارية اللي عايز تتشحن ياما تتشحن ياما تتغير ببطارية fresh اذا كان معاك باك الميكانيكا البحر الميكانيكا القصة كبيرة جدا ما ينفعش اتكلم عليها في كلمتين بس انا مش عايز اطول الفيديو ده اكتر من كده نصايح خاصة بالبطاريات ما تشتريش بطارية غير لما تعمل حزبتك الاول مش ديه تشوف انت هتشرب على كام وط والام بليمت اللي هتوصله كام وتديب بطارية محققة ده اي حاجة مكتوب عليها fire ما تشتريهاش ultra fire trust fire حمادة fire الان 90% من اللي موجود منهم هنا عندنا وانلاين مضربين والداتا اللي مكتوب عليهم اي كلام ما بتعبرش عن الحقيقة عشان اي بطارية تطلع على اللابتوب ينفع تحطها في مد وتديها ساعتها ممكن هي اللي تديك لازم تتأكد ان هي high drain وان الام بليمت او ال current بتاعها كفاية وده غالبا مش بيبقى متحقق في البطاريات اللي موجودة جوا اللابتوب عشان كده انا مبنصحش نستخدمها استخدم جوجل اول عشان تسأله على اي معلومة انت عايزت يوصل لها قبل ما تسأل اي حد تدي له فرصة ان هو يفتي ما تسترخصش انت مش مكلف نفسك وجاي بمود محترم وجاي باوتوميزر غالي وبتشتب ليك و تبخ عشان تيجي عند البطارية اللي هي اهم حتة متعلقة بسلامتك وتعمل ناصح طور على البطارية محترمة عشان فرحتك تكمل لو بتستخدم mechanical او regulated او حتى بطارية عادية لازم تخليها في اللوك مود طول ما هي مش في ايدك يعني حطتها على مكتب او مدير حد بيتفرج عليها افضل ان هي دايما تبقى في اللوك مود ولو هتحطها في شنطة او هتغيب عن عينك شوية يفضل انت تشيل اوتوميزر من على البطارية لو المود بتاعك بيستخدم بطاريتين ما تستخدمش بطاريتين ابدا مش نفس مستوى الشحن يعني واحدة مشحونة واحدة نقصة شوية واحدة استخدمت خدت منها نفسين في مود تاني لا وما تستخدمش نوعين غير بعض هو اللي هتستخدم مود فيه بطاريتين تجيب بطاريتين دول مع بعض وهم مجدد وتشحنهم دايما مع بعض وتعلمهم دول عن بطاريتك التانية عشان تبقى عارف ان دول بتوع المود ده لو تعاملوا نفس المعاملة على التوازي هيعيشوا اكتر وهيبقوا احسن للمود اللي انت بتستخدمهم فيه دور على شاحن كويس ونوع واخد ريت ما تجيبش حاجة معمولة بيري السلم او حمادة هو اللي عملها ودايما نخليك جنب الشاحن او في المنطقة اللي هو بيشحن فيها يعني ما نصحش ان احنا نسيب البيت والشاحن بيشحن الكلام ده مش بينطبق على السجاجية الالكترونية بس تبينطبق على اي شاحن تاني بما فيهم الموبايلات وجميل اجهزة الالكترونية اللي بنستخدمها في حياتنا ان انت ما تعرفش رد فعل البطارية نفسها ممكن يكون فيها شورت او ممكن يكون عمرها انتهى او ممكن يكون حصل لها اي حاجة مش شرط تكونوا مشكلة في الشاحن فيحصل لكيج او تسخن او تتحرق فلازم تبقى جنبه عشان تدخل اي من انت راعي اللي مكتوب في الكتالوج الخاص بسرعة الشحن الخاص ببطارية بتاعتك يعني لو هي معمولة تشحن على 500 mAh ما تشحنهاش انت على اكتر ممكن يجي لك واحد نصح يقولك ده لو شحنتها على واحد امبير هتبقى اسرع اوه هتبقى اسرع بس هتطلع معاش اسرع برضه حانا بتبقى المقامة اللي انت عملتها في الكويل اللي هو rebuildable اقل من المفروض ان المود يشغلها ففي مدت بتقرى ده ان هو شورت لكن اكتش وليه هو مش شورت فيه صناع مدت تاني فكروا شوية وكتبوا check atomizer وفيه اللي ربنا كرم موصل وكتب لو resistance عشان نخلص من الواجع الدماغ ده لازم انما عندنا قوم ميتر محترم نقيس عليه المقاومات اللي احنا بنعملها قبل ما نركبها على اي مود سواء mechanical او regulated حاوه ما تسقطش مودك في اي حتة خصوصا لو انت يوزر جديد لان اللي يسقط موده يسقط كم اطفيها ورميها عبيها وديها اشتركوا في القناة